السلام عليكم طلاب مدرسة أطفال الرمثة النموذجية الصف الرابع اللغة العربية اليوم سوف نبدأ بوحدة جديدة وهي من قصص العربي الدرس السادس عشر صفحة ستون أول ما نبدأ بهذه الوحدة وهو الاستماع استمع إلى النص الذي يقرأه عليك معلمكم من كتاب نصوص الاستماع والإملاء ثم جبعا الأسئلة الآتية السؤال أول ماذا قال علي للرجل الواقف عند باب المسجد السؤال الثاني كيف أراد علي أن يكافئ الرجل السؤال الثالث ماذا فعل الرجل باللجام السؤال الخامس لماذا دفع علي لغلامه درهمين السؤال الخامس ماذا تستفيد مما سمعت الآن سوف نقرأ نص الاستماع ومن ثم نجيب عن هذه الأسئلة علي بن أبي طالب وسارق اللجام دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المسجد وقال لرجل كان واقفا عند باب المسجد أمسك دابتي وبعد أن دخل علي أخذ الرجل لجام الدابتي وذهب خرج علي من المسجد وفي يده درهماني ليكافئ بهما الرجل فوجد الدابة واقفة من غير لجام ركب علي الدابة ومضى ثم دفع لغلامه الدرهمين ليشتري بهما لجام جديدا وفي السوق وجد الغلام لجام وقد باعه السارق بدرهميني الآن نجيب عن هذه الأسئلة السؤال الأول ماذا قال علي للرجل الواقف عند باب المسجد؟ قال علي للرجل الواقف عند باب المسجد أمسك دابتي السؤال الثاني كيف أراد علي أن يكافئ الرجل بإعطائه درهميني السؤال الثالث ماذا فعل الرجل باللجام أخذ الرجل اللجام وذهب به السؤال الرابع لماذا دفع علي لغلامه درهمين ليشتري بهما لجاما جديدا السؤال الخامس ماذا تستفيد مما سمعت؟ أولا الأمانة طريق للكسب الحلالي ثانيا حفظ الأمانة الآن عندنا القراءة صفحة 62 حتى لا تضيع المرؤته يروى أن فارسا من العربي اجتاز بادية اجتد فيها القيض حتى صارت رمالها مثل الجمر فلقي في طريقه رجلا يمشي حافيا رقى له الفارس فنزل ودعاه إلى الركوب على جوادي لكن هذا الماشية كان لصا من لصوص الخيل فما إن تمكن من ظهر الجوادي حتى عدا به فناداه صاحب الجوادي لقد وهبتك الجواد ولن أسأل عنه بعد اليوم ولكني أطلب إليك أن تكتم هذا الأمر كي لا ينتشر بين قبائل العربي فلا يغيث القوي الضعيفة ولا يرقى الراكب للماشي فتزول المرؤة فلما سمع اللص كلامه تملكه الحياء وعاد الجواد إليه ولم يرضى أن يكون سببا في ضياع المرؤة بين الناس بعد أن تم قراءة الدرس الآن سوف نعرف بعض الكلمات الموجودة في النص من العنوان نبدأ حتى لا تضيع المرؤة حتى هو حرف نصب ما هي حرف النصب؟ أن لن كي حتى لا متعليل يأتي بعدها الفعل مضارع منصوب لا حرف نفي كيف عرفنا أنه حرف نفي؟ لأن الفعل الذي جاء بعده هو فعل مضارع ومنصوب لأنه سبق بحرف نصب ولم يغير حركة الفعل إذن هو حرف نفي مبني لا محل له من الإعراب تضيع فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره من تضيع المرؤة؟ إذن المرؤة فاعل مرفوع يروى أن فارسا أن هنا حرف نصب وهي من الحروف الناسخة التي تدخل على الجملة الإسمية فتنسخ المبتدى ويسمى اسمها منصوب وخبرها مرفوع أن حرف نصب يفيد التوكيد مبني لا محل له من الإعراب فارسا اسم أنه منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتحة الظاهرة على آخره رجلا يمشي حافيا الآن حافيا وهي بيانت لهيئة مشيت الرجل إذن هي ويسأل عنها بكيف واسم ومنصوب إذن هو حال منصوب كان لصا كان لصا كان فعل ماضي ناقص وهو أيضا من الأفعال الناسخة وليست الحروف الناسخة من الأفعال الناسخة يدخل على الجملة الإسمية فينسخ المبتدى ويسمى اسمها مرفوع وخبرها منصوب وفعل ماضي ناقص أسميناه لأنه لا يتم معنى الجملة إلا بوجود الخبر منصوب إذن كان فعل ماضي ناقص مبنع الفتحة الظاهرة على آخره أين اسمه؟ إذن اسم كان هو ضمير مستتر تقدروه هو لصا خبر كان منصوب لن أسأل لن هنا حرف نصب أسأل فعل مضارع منصوب لن أسأل عنه متى لن أسأل عنه متى بعد إذا سئل بمتى إذن يكون الإعراب مفعول فيه وقلنا إن المفعول فيه يأتي بعده مضاف إليه بعد اليوم اليومي اسم ومجرور إذن مضاف إليه كي لا ينتشر بين قبائل العربي أين لا ينتشر هنا سئل بمتى بعد اليومي هنا سئل أين لا ينتشر إذن بين بين مفعول فيه ويأتي بعدها مضاف إليه ولم يرضى ولم يرضى لم حرف جزم ما هي حرف الجزم؟ هي لم ولما ولا الناهية ولا الناهية ولا من الأمر يرضى هنا فعل مضارع مجزوم لكن يجب أن يكون فعل مضارع مجزوم بالسكن لكن حركته هنا الفتحة لأنه يرضى هو في أصل الكتابة هكذا تكتب انتهى بحرف العلة يحذف حرف العلة ويعوض عنه بالحركة المناسبة له إذن هو الفتحة يصبح فعل مضارع مجزوم على مجزمي حذف حرف العلة من آخرة الآن معاني الأفكار الرئيسة اللي عندنا في الدرس الدرس عبارة عن ثلاثة فقرات الفقرة الأولى وهي وصفة للصحراء التي اجتازها الفارس وما لقي في طريقه اثنان هروب الرجل بجواد الفارس الذي ساعده ثلاثة شعر الرجل بالحياء وعاد الحصان للفارس معاني الكلمات اجتازة أي قطع القيض الحر حافيا أي من غير حذاء رقى عطف عليه جواد الحصان والخيل أيضا حصان عدا به أي ركض به تكتم تخفي يغيث يساعد المرؤة محاسن الأخلاق تملكه أي شعر بالحياء الآن عندنا معاني الكلمات والمفردات الموجودة في الكتاب صفحة 63 اختر من الشكل المجور المعنى المناسب للكلمات الملونة في كل جملة ألف يغيث القوي الضعيف أي يساعد اجتاز الفارس بادية اجتد فيها القيض أي الحر أطلب إليك أن تكتم الأمر أي تخفي السؤال الثاني ضع دائرة حول الكلمة المخالفة في كل مما يأتي الجواد تعني الحصان 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 الفرس وهي أنثى الحصان الغزال إذن هي الكلمة المخالفة أخذ بمعنى سلبة منح أي أعطى 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 وهب أي منح وأعطى إذن الكلمة المخالفة هي أخذ السؤال الثاني الثالث ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة معنى بادية في اجتاز الفارس بادية الطريق الظاهرة با الأرض في الصحراء القرية المشهورة الهيبا تملكه الحياء تعني أي شعر بالحياء نعم نفتح الصفحة اللي بعدها اللي هي صفحة 64 أكتب مقابل كل تركيب مما يأتي معناه من الشكل المجاور تمكن منه أي قدر عليه عدا به أي ركض به رقى له أي عطف عليه السؤال الخامس عد إلى درس القراءة وابحث في الفقرة الثالثة عن كلمة بمعنى ما تحته خط في العبارة لم يرضى الرجل أن يكون سببا في ضياع محاسن الأخلاق محاسن الأخلاق اللي في نهاية الفقرة اللي هي في الدرس سببا في ضياع ماذا محاسن الأخلاق اللي هي المروءة الإجابة هي المروءة الآن عندنا الفهم والاستيعاب السؤال الأول كيف أكرم الفارس الرجل حين لقيه في طريقه كيف أكرمه نزل الفارس عن جواده ودع الرجل إلى الركوب السؤال الثاني لماذا طلب الفارس إلى اللص أن يكتب ما حدث طلب الفارس إلى اللص أن يكتب ما حدث كي لا ينتشر بين قبائل العربي ماذا فعل اللص حين سمع كلام الفارس تملكه الحياء وأعاد الجواد إليه لو كنت مكان الفارس حين سرق اللص حصانه فماذا ستفعل أظن هذه الإجابة ستكون مفتوحة للطلبة لأفعل كما فعل الفارس أذكر مثالا للمرؤة بين الناس هذا أيضا مثال كل طالب يختار إجابة مناسبة له مساعدة رجلا ضريرا بقطع الشارع هاي نوع من أنواع المرؤة القاعدة الموجودة عندنا بالتدريبات وهو الحال رح نأخذ بس حال لوحد من الحال لأن الحال له تفرع كثير الحال هو عبارة عن اسم ومنصوب يبين هيئة صاحبه عند حدوث الفعل ويسأل عنه بكيف مثلا انتشر الغبار سريعا الآن لو أخذنا هذا المثال انتشر فعل ماضي الغبار فاعل سريعا سريعا اسم ومنصوب هل هو مفعول به؟ لا هل هو مفعول فيه؟ لا هل هو مفعول لأجله؟ لا لماذا؟ لأنا أجرب لماذا؟ متى؟ أين؟ لم يزبط معي إذن إذا سئل بكيف كيف انتشر الغبار إذن سريعا حال منصوب اثنان عمل الأب جاهدا عمل فعل ماضي مبني عن فتح الظاهر على آخره الأب فاعل مرفوع لامة رفعي الضم الظاهر على آخره الآن ماذا عمل الأب؟ تقول جاهدا لا لماذا؟ لا أين أو متى؟ لا لماذا أنا قاعد أختار ضوض المفاعين؟ لأن المفاعيل عبارة عن أسماء ومنصوبة عشان هيك بختارن أنا بدور على الأشياء شو اللي إعرابه اسم منصوب إذن لو سئل بكيف كيف عمل الأب إذن جاهدا حال منصوب دخل المعلم مبتسما كيف دخل المعلم مبتسما ممتازين شطار إذن حال منصوب وعلامة نصبي تنوين الفتح الظاهر على آخره الآن من خلال التدريبات الموجودة في الكتاب بتوضح إن الحال أكثر التدريبات صفحة 64 املأ الفراغ بالكلمة المناسبة مما بين القوسين ثم قرأ منتظرا واقفة مسرعا غزيرة هل هذه أسماء أم حروف أم أفعال؟ إنها أسماء لأنها قبلت تنوين الفتح إذن هي أسماء لكن ما موقعها في الإعراب؟ الآن سنشوف من خلال الجمل نزلت الأمطار غزيرة نزل هنا جملة فعلية إذن هو فعل؟ ماضا مبني على الفتح الظاهر على آخره والتاء التأنيث الساكنة حركت بالكسر لماذا؟ منعا من التقاء الساكنين من التي نزلت؟ الأمطار أحسنتم إذن هي فاعل مرفوع على مترفي الظاهر على آخره الآن غزيرة غزيرة ما إعرابها سوف نسأل كيف نزلت الأمطار؟ هيئة نزول الأمطار كيفية نزولها؟ إذن غزيرة إذا سئل بكيف وكانت الإجابة اسم ومنصوب إذن هو حال حال دائما هو حال منصوب تحدثت أسيل واقفة على المسرح الآن سنعرف تحدث هو فعل ماضا مبني على الفعل أم مبني على الفتح الظاهر على آخره والتاء التأنيث الساكنة حرف مبني لمحل له من الإعراب من التي تحدثت؟ أسيل إذن أسيل هي فاعل كيف حال أسيل وهي تتحدث؟ كيف هيئتها أسيل وهي تتحدث؟ إذن واقفة سئل بكيف وكانت الإجابة اسم ومنصوب إذن هو حال منصوب دائما الحال منصوب على المسرح شبه جملة على حرف جر مبني لمحل له من الإعراب ودائما بعد حرف الجر يأتي اسم مجرو وعلامة جري الكسر الظاهر على آخره جيم ذهب اللاعب إلى الصباق مسرعا ذهب فعل ماضي من الذي ذهب اللاعب فاعل مرفوع على مترفي الضمة إلى السباقي إلى حرف جر مبني لمحل لهم الإعراب السباقي اسم مجرو وعلامة جري الكسر الظاهر على آخره كيف ذهب اللاعب؟ كيف ذهب كيف ذهب اللاعب؟ إذن سئل بكيف وكانت الإجابة اسم ومنصوب إذن مسرعا حال منصوب وقف أحمد على الطريق منتظرا الحافلة وقف فعل ماضي أحمد فاعل مرفوع على مترفي الضمة على الطريق شبه جملة على حرف جر الطريق اسم مجرور وعلامة جري الكسر الظاهر على آخره كيف وقف أحمد؟ إذن سئل بكيف وكانت الإجابة اسم ومنصوب إذن هو حال حال منصوب الآن السؤال الثاني صل العبارة في العمود الأول بما يكمل معناها في العمود الثاني أعاد اللص الجوادة معتذرا إلى الفارسي كيف أعاد اللص الجوادة معتذرا إذن سئل بكيف وكانت الإجابة اسم ومنصوب ما إعرابه حال حال منصوب رجع خالد بن الوليد منتصرا في يوم اليرموك كيف رجع خالد منتصرا إذن حال منصوب عادت لمياء من المدرسة فريحة بشهادة التقدير كيف عادت لمياء إذن فريحة حال منصوب تراجع العدو خاسرا كيف تراجع العدو خاسرا إذن حال منصوب واصل النجار عمله نشيطا كيف واصل النجار عمله نشيطا إذن حال منصوب الآن بنعمل هيك كعمود مجموعة ومنكتب عندها حال منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخرة السؤال الثالث املأ الفراغب على نمط المثالي مثال قرأت الطرفة ضاحكا كيف قرأت الطرفة ضاحكا إذن حال منصوب بدي أحول ما بين الأقواص من تنوين الضم إلى تنوين الفتح ألف شرب سعيد الماء عندي جالس كيف دعمل تنوين فتح جالسا ب حرث المزارع الأرض عندي مستبشر أنا بدي أحولها إلى تنوين فتح مستبشرا بنزول المطر جيم حدث الأب أبناءه ناصح بدي أحولها إلى ناصحا لهم دال دخل الرجل بيته مسلم مسلما على أهله إذن جميع الكلمات التي تم وضع في الفراغ عبارة عن حال منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح السؤال الرابع رتب الكلمات فيما يأتي لتؤلف جملة مفيدة الآن إحنا كيف من ألف جملة إما منضع الفاعل أو منختار الفعل على عمله أدائي حرصة مخلصة العامل حرصة العامل على أداء عمله مخلصة أو حرصة العامل مخلصة على أداء عمله الثنتين بزبطا لأنه مخلصة عبارة عن حال حال منصوب الآن الكتابة صفحة 66 السؤال الأول املأ الفراغ بالكلمة تنتهي بالهمزة على نمط الكلمة المكتوبة بريء رجاء هدوء كفء عندنا بريء همزة متطرفة مسبوقة بياء رجاء همزة متطرفة مسبوقة بألف هدوء همزة متطرفة مسبوقة بواو كفء همزة متطرفة مسبوقة بحرف ساكن الآن من فوق الهمزة المتطرفة أخذنا قاعدة عليها اللي هي تكتب إذا سبقت بحرف علة الواو والألف والياء أو إذا سبقت بحرف ساكن الهمزة المتطرفة سبب كتابتها إذا سبقت بحرف علة أو إذا سبقت بحرف ساكن بريء جريء رجاء سماء هدوء وضوء كفء جزء السؤال الثاني املأ الفراغ بالكلمة المناسبة منتبها إلى رسم الهمزة على السطر مقرؤ المريأ دواء وبدء وعلياء ألف لكل داء دواء لماذا كتبت الهمزة هنا في دواء على السطر لأنها مسبوقة بألف ساكنة نكتب جانبها لأنها سبقها ألف ساكنة با اكتب بخط مقرؤ لأنه سبقها حرف علا وهو الواو جيم هبطت الطائرة في مطار الملكة علياء لماذا كتبت الهمزة متطرفة لأنها مسبوقة بحرف ساكن دال أدى اللاعب بعض التمرينات قبل بدء المباراة بدء لأنها الآن مسبوقة بحرف ساكن وهو الدال حرف ساكن ها يصل الطعام إلى المعدة عن طريق مريئي المريئي لأنها سبقها حرف علا وهو الياء السؤال الثالث اقرأ معياتي وحدد الكلمات التي فيها ألف تنطق ولا تكتب أخذنا بالفصل الأول مجموعة من الكلمات التي ينطق ألفها ولا يكتب هناك نكتب عن طرف السؤال في نهايته هناك مجموعة من الكلمات التي ينطق ألفها لكن لا تكتب مثلا كلمة طاها في الكتاب الصحيح هكذا الرحمن هكذا الله هكذا إلى أيضا بدون الألف لكن هذا هذه وأولئك هاي مجموعة من الكلمات الآن رح نقرأ ألف قال تعالى والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين هذا إذن هي كلمة التي ينطق ألفها ولا تكتب با قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم ذلك أيضا من الكلمات التي ينطق ألفها ولا تكتب الدرس ممتع لكن الوقت قصير لكن إذن هنا ألف تنطق ولا تكتب دال يحفظ عبد الرحمن الأمانة الأمانة إذن الرحمن هنا ينطق ألف ولا يكتب الآن عندنا التعبير صفحة 67 املأ الفراغ مما بين القوسين مستعينا بالمثال ما إن تمكن الرجل من ظهر الجواد حتى عذابه ما إن دخل المعلم الصفح حتى وقف الطلبة احتراما ما إن وصلت الرسالة حتى أعلن الأبو خبرا مفرحا السؤال الثاني صلي العبارة في العمود الأول بما يناسب في العمود الثاني كما في المثال نلتقل للإجابة قلل طعامك كي لا تصاب بالسمن أحسن إلى جارك كي لا تضيع حقه تجهز للامتحان جيدا كي لا تخفق في النتيجة نظف أسنانك كل يوم كي لا تتعرض للتسوس الآن عندنا القصيدة صفحة 68 المحفوظات وهي الأخلاق للشاعر معروف الرصافي وهو شاعر مسلم وعراقي هي الأخلاق تنبت كالنباتي هي الأخلاق ماذا نعني بالأخلاق؟ أي الصفات الحميدة تنبت كالنباتي شبه الأخلاق بالنبات الذي ينمو إذا سقيت بماء المكرمات كيف ينمو النبات؟ إذا سقية بالصفات الحميدة أي أن الأخلاق تنمو إذا سقيت بالصفات الحميدة تقوم إذا تعهدها تعهدها أي اعتنى بها المربي من وهو ولي الأمر على ساق الفضيلة المثمرات أي أن هذه النباتات تنمو وتكبر وتنتج الثمار إذا تعهدها اعتنى بها المربي ولم أرى أي لم أشاهد للخلائق من محل من مكان يهذبها كحذن الأمهات من المسؤول الأول عن تربية هذه الأخلاق؟ إذن الأمهات فحذن الأم مدرسة تسامت لأنه حذن الأم عبارة عن مدرسة تعالت لتربية البنين أو البنات لتربية الذكور والبنات أليس بدأ هنا بيت الشعر باستفهام أليس العلم في الإسلام فرضا؟ يستفهم الشعر ويقول ليس أن العلم هو في الإسلام في الأصل فرض أي طلب العلم هو فريضة في الإسلام على أبنائه وعلى البنات على الذكور وعلى الإناث وكانت أمنا في العلم بحرا من يقصد الشعر هنا في أمنا؟ إذن أنها السيدة عائشة شبه السيدة عائشة بسعة علمها بالبحر وكانت أمنا في العلم بحرا كانت السيدة عائشة لسعة علمها كالبحر تحل لسائليها المشكلات وعلمها من الذي علمها للسيدة عائشة؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم أجل علم فكانت من أجل العالمات أي علمها أفضل علم فكانت من أفضل العالمات الآن الفكرة العامة للقصيدة تناولت القصيدة موضوع الأخلاق والتربية وأهميتها والركيزة الأولى في التعليم والتربية هي الأم فهي المدرسة الأولى لأبنائنا وركز الشاعر على التعليم للبنات حيث كانت قدوتنا في التعليم سيدتنا عائشة حين علمها النبي أجل علما ترجمة نانسي قنقر